أخبار النادي الأهلي اللي في مقدمتها كان النادي الأهلي تقدم بثلاث طلبات للاتحاد المصري لكرة القدم عارفين قبل كده النادي الأهلي كان تقدم بخطاب رسمي لاتحاد الكرة أقول لكم مجماله عشان ما نقعدش بس نطول على حضراتك أجيب حضراتك عارفين كل مضمون هذا الخطاب لما قلنا مجلس النادي الأهلي بيحذر اتحاد الكرة أو لا تقع الأندية المصرية المشاركة في البطلات الأفريقية في مأزق كبير ده كان مضمون الخطاب أنه حذر اتحاد الكرة أن الأندية المصرية تقع في مأزق كبير جدا كمان في القيد الأفريقي واتكلمنا كتير جدا عن العدالة واتكلمنا كتير جدا يا جماعة دون فرص ودون فرص زي ما تدوا الأندية التانية فرص خلينا ننبل عن الجانب الشخص ونتكلم في الجانب العام اللي دائما بقول لكم النادي الأهلي اللي ما بتكلم بتكلم في المصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية وحصل حصل خلاص أن خلاص الاتحاد الأفريقي قال يا جماعة إحنا مش هنستسنى أو مش هنستسنى مصر من القيد الأفريقي بقينا في ورطة ورطة كبيرة جدا الأندية اللي هتشارك فيه البطولة الأفريقية باستثناء الأهلي خلي بالكم الأهلي كده كده قاعد والحمد لله حط رجع رجل نوم شارك في البطولة الأفريقية عشان كده أقول لكم الثلاث طلبات اللي طلبهم من اتحاد الكرة لكن دائما الأهلي بتكلم باللسان العام المصلحة العامة وقلنا قبل كده كتير جدا للناس اللي هي ما عندهاش نظرة مستقبلية أو اللي هي دائما بتبص تحت رجليها أو اللي هي دائما بتطلع تنتقد وخلاص أو اللي هي ما بتحسبش الأمور بالعقل دائما نادي الأهلي لما بتطلع يتكلم في حاجة أقول لك بصنا نادي الأهلي ببص المصلحة الشخصية مع أن موضوع ما كانش ليه أي مصلحة شخصية خالص وبان ودائما بقول لكم مع الأيام ومع الوقت الحمد لله ربنا بيثبت أن الناس بتفكروا الناس بتشتغلوا الناس بتطلع القرار بمنتهى التأني وبمنتهى التعقل عشان كده دائما نادي الأهلي بقى هو الصحة في الآخر واللي بيكسب أي رهان في الآخر نادي الأهلي لما الاتحاد الأفريكي قال خلاص أنا مش هستسن الأندية المصرية من كود اللاعبين في الكود الأفريكي مع أن برضو اللهجة الاتحاد الأفريكي مش مفهوم أنا بالنسبة لي يعني أنت بتكلم في ثلاثة أندية هتمثل مصر أفريقيا ومصر بتنظم ببطول الأفريقية السنة ومصر طلعت الاتحاد الأفريكي من نورتها كبيرة جدا أنها قالت أنها تنظم كأس أفريقيا في أقل من أربع خمس شهور والحمد لله كل الناس أشادت بالتنظيم الهايل اللي نظمته مصر يعني بكل رجالتها فمش مفهوم قوي أن احنا خدنا وعد قبل كده من رئيس التحاد المصر كود قدم السابق من سنة بريدة أنه اتفق مع التحاد الأفريكي أن احنا نستسن الأندية المصرية من الكود الأفريكي ودلوقتي بعد ما أستقاله مش عايز نربط حاجة بحاجة بس أنا الرؤية العامة يعني أو المشهد العام أنت ليه دلوقتي بتقول لا مش عايز نستسن الأندية المصرية ليه مع أن الطبيعي جدا جدا أنت استسن الأندية المصرية بصرف النظر عن أي حاجة لتاريخها لبطولاتها لإسماءها الكبيرة جدا أن هي الأندية المصرية دي بتدخل تضيف البطولة الأفريكية كمان طبع خاص أهلي زمالك أيا كان النادي التالت هيكون مين أو أيا كان الإسم التالت المشارك يعني اسمعيلي فأسماء كبيرة جدا فأنت إزاي بصرف النظر بقى أن إحنا نظمنا البطولة الأفريكية وأن إحنا يعني تحدنا الدنيا كلها أن إحنا ننظم بطولة طلعت بالشكل اللي كل العالم تحدث عنه بصراحة مباشكر طبعا لازم نشكر كل القائمين عليها خاصة كمان محمد فضل النجم الكبير فإزاي بتقول لأ مش هستسني وإنت قلت قبل كده ماشي وهنستسني والدنيا جميلة وخلاص مفيش مشاكل المهم نادل قالي حذر كتير جدا وقال يا جماعة هنقع في مأزق والآن ديها فعلا مش هتمكن من قيد لعبيها أفريقيا ولازم تشوفوا حل ولازم تشوفوا يعني لازم نتصرف أنتوا اتحاد كورة المفروض ما تصدرناش مشاكل المفروض أن إحنا لما يبقى عندنا مشاكل أنتوا اللي تحلوها ودي النقطة الكبيرة جدا جدا اللي أنا بخدها على اتحاد الكورة اللي فات أنه هو دايما دايما كان بيصدر المشاكل أنا بصراحة ضد أن أنا أنطقت بقى وأن أنا يعني خلاص الناس مشوا لكن كنا بنقول كنا كلامنا كان مفهوم جدا وكان صريح جدا حتى لو كان بين السطور لكن كان مفهوم للكل كنا بنقول يا جماعة إحنا هنقع هنقع أبسط حاجة في الإدارة أن أنت إزاي تدير مشكلة أبسط حاجة في الإدارة إحنا هنا في الاستوديو كمقدمين برامج ساعات مع الضيوف بتحصل مشكلة ما حضرتكم بتحسوش بيها بتدير المشكلة بسرعة مع أنها حاجة هنا على طرابيزة زي ما حضرتكم شايفين كده تخيل بقى يعني مؤسسة كبيرة بحجم اتحاد الكورة كان دايما للأسف بيصدر لك المشاكل وبعدين يستنى يشوف الدنيا تمشي إزاي وبعد كده ياخد الرأي اللي هو فيه دراع فيه صوت فيه ميكروفونات كده لكن الرأي العقلانية كانت بعيدة كل البعد وتعالوا كده لنسترجع الأزمات حاجات كتير جدا كان دايما اتحاد الكورة للأسف الشديد للأسف الشديد مع أنه نحن كنا متفائلين تفاؤل ما بعده تفاؤل لما شفنا الأسماء وشفنا الناس اللي رشحت نفسها والناس اللي هم خلاص بقوا قاعدين على كراسي إدارة اتحاد الكورة لكن للأسف الشديد ما كانش فيه أي إدارة لأي أزمة إدارة صحيحة أخرها أزمة وردة تحديدا تحديدا لكن خلاص اللي حصل حصل واتفاجأنا جميعا إن الاتحاد الأفريكي قال يا جماعة ما فيش استثناء خلاص للفرق المصرية وخلاص اللي كان خايف منه النادي الأهلي هيحصل وخلاص الدنيا اتصرفوا بقى مع نفسكم عشان كده النادي الأهلي طلب تلت طلبات أول طلب فتح باب القيد المحلي حتى يتسنى لنا ده لسان النادي الأهلي حتى يتسنى لنا استكمال إجراءات قيد القائمة الرئيسية للنادي الأهلي وبالتالي قيدها في القائمة الأساسية في الاتحاد الأفريكي ويفقا للوائح المنظمة للمشاركة في بطولة أفريكا للأندي الأبطال 2019-2020 ده كان أول طلب طلب التاني موفيتنا بخطاب تسجيل اسم النادي الأهلي ضمن الأندية المصرية المؤهلة لمشاركة في البطولة الأفريقية المذكورة طلب التالت اعتبار الأمر هام وعجل للغاية حيث أن آخر موعد لتسجيل القائمة الأساسية ينتهي بنهاية اليوم اللي هو 10-07-2019 قدام حضارتكم الثلاث طلبات اللي طلبه من نادي الأهلي وأعتقد أنه أبسط حقوق وبعد ما كان تلقى وعد بنهاي أزمة الكويد الأفريكي وإستثناء الأندية المصرية في قد اللاعبين حتى 5-8-2019 لكن زي ما قلت لحضارتكم يعني اتفاجئنا كلنا أن فيه بيان من الاتحاد الأفريكي خلاص يا جماعة احنا مش هنستثني حد وشكرا جدا لاتحاد الكورة أنه وعد الأندية وعد فاضي ده خلاصة الموضوع دي خلاصة الموضوع أفكر حضراتكم بفترات القيدة اللي كان قالها الاتحاد الأفريكي اللي هي من 1-10 يوليو 2019 تسجل قائمة الفرقة الأساسية الفترة من 11-20 يوليو 2019 تسجل وإضافة اللاعبين الجدد للقائمة الأساسية مع سدات غرامة 250 دولار عن إضافة كل اللاعب ويحق لهم مشاركة في الأدوار التمهدية يعني تسجل وتدفع 250 دولار غرامة وتشارك اللاعب دي في الأدوار التمهدية طيب لو ما لحقتش كده من 31 بقى من 21-30 يوليو تسجل تسجيل وإضافة اللاعبين الجدد للقائمة الأساسية مع أسدات 500 دولار سيبكم من 500 و250 الكلام ده يعني مش قيمة لنادل أهلي نهو يتكلم فيها لكن هقول لكم بنتكلم فيها ليه عشان برضو بعد العقول ما تروحش بعيد كالعادة أنهما بيروحوا بعيد دايما نقول لك النادل أهلي بيتكلم في 52 دولار النادل أهلي بيتكلم في 500 دولار لا طبعا نتكلمش في كده بس بنتكلم في جنيه واحد لو كان مال عام نفهم نفهم طيب اللي يتسجله من 21 ل30 وانسدد غرامه 500 دولار دول لا يحق لهم المشاركة في الأدوار التمادية لطولة أفلك خلص الموضوع على كده نتكلم بقى أن بعض الألسانة طلعت آلة والنادل أهلي بيتكلم في 250 دولار بيتكلم في 500 دولار على اللعيب لا يا حبيبي خالص النادل أهلي أكبر من كده بكتير جدا جدا منفعش أسانا نتكلم في حاجة أو نتطرق حتى الكلام في موضوع أنا أسف يعني تافه بالطريقة دي لكن لما تتكلم في جنيه مال عام لا نتكلم في جنيه مال عام فالاتحاد المصري عليه عيبي كبير جدا أنه يحل المشكلة اللي دايما بيصدرها للغير والأندية بقى اللي هي مش عارب بصراحة سكتين ليه برضو حاجة تخليك أنت قاعد تفكر الناس سكتة ليه وانت اللي بتتكلم ليه وانت أول حد داخل أفريقيا أساسا يعني انت أول تاني انت داخل أفريقيا فالناس ما تتكلمش إليه يا جماعة مش عارف مش عارف اتحاد الأفريقي برضو قلتلكم موقفه مبهم جدا بالنسبة لنا كلنا وأكيد برضو حاجاتكم بتفكروا زي ما أنا بفكر يا ربنا دينا عقل نفكر بيه مش نركنه بنفكر إحنا بلد منظمة لبطولة كأس أفريقي تاني بكرر تاني نظمنا كأس أمم أفريقيا في أربع شهور وأعتقد أن الناس كلها بتقول يعني ما شاء الله والكلام ده بيصب في مين في الاتحاد الأفريقي أقول لك ما هو الاتحاد الأفريقي قبل مصر ما هو الاتحاد الأفريقي الناد الأهلي قال لي يا جماعة ننهي الدور قبل أفريقيا لا إزاي والناد الأهلي مصلحته يا جماعة خليه فيما يبدأ تساوف الفرص أو يبقى فيه مساوف الفرص لا أصلا الناد الأهلي دايما نبص لمصلحته مصلحته إيه بقى أنا مش فاهمها دي مش فاهم الناس بتفكر بصراحة بأي طريقة بيفكروا من أني اتجاه وفكروا بإيه بالزبط مش عارف بصراحة لكن الحمد لله في الأول وفي الآخر وقلتلكم قبل كده ما بحب شكر الناد الأهلي لأنه الحمد لله دايما بيقول إن أنا صح في الآخر باتخاذ القرار والعقلانية في اتخاذ القرار وإمتى اتخذ قرار حتى لو اتأخرت شوية والدنيا قالت الناد الأهلي بتخذ قرار بصراحة الناد الأهلي مش عارفة بس بطلع في الآخر وبنسقف كلنا للي خدت القرار أنه أخده بمنطقة العقلانية في الوقت المناسب بكلام محكم جدا جدا لا رجعت فيه لا رجعت فيه